للحرب الإسرائيلية على محافظة جنين وحصارها وجه اقتصادي مؤلم للفلسطينيين وتحديدا ذوي الدخل المحدود فقوة الاحتلال تعيث فسادا في قلب جنين النابض حيث الحركة التجارية وأرزاق الأهالي ترزح تحت وطأة الهجوم أيضا وفق وزارة الاقتصاد الفلسطينية فإن اقتصاد المحافظة يخسر أكثر من ثمانية ملايين دولار أسبوعيا مع تعطل أربع عشرة ألف منشأة اقتصادية عن العمل مديرية اقتصاد جنين ذكرت أن قوات الاحتلال تعمد إلى تدمير الخطوط الرئيسة لشبكات الماء والكهرباء خاصة في المخيم كما تجرف الطرق والأراضي الزراعية وتستهدف منازل الفلسطينيين وأملاكهم بالرصاص والقذائف وبالإضافة إلى الخسائر المباشرة للعمليات الإسرائيلية فقد توقفت الحركة الصناعية والتجارية والخدمات بسبب الحصار وأهمها حركة الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر إذ تشكل أهم مصادر الحركة تجارية النشطة في المحافظة ومنع التجار من إدخال السلع والبضائع عبر حاجز الجلمة وتعذر وصول العمال إلى أماكن عملهم وزارة الاقتصاد الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان قائلة إنها تتحرك وفق الممكن لتقديم الدعم والمساعدات للمتضررين من أهالي جنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر